إذاة القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دقيقة فقهية هل الإكثار من ذكر الله بأعداد تزيد على ما ورد في السنة بدعة أو حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أولا نقول الذكر ذكراني الذكر الأول هو الذي ورد بعدد مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصود كختم الصلاة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ونختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمده على كل شيء قدير هذا لا نتجاوزه بمعنى نثبت على هذا الرقم أما غير ذلك مما ورد من الذكر مطلقا فإننا نفعل فيه ما شئنا بل إن القرآن ورد بطلب الذكر كثيرا فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وورد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات لذلك الذكر الكثير في غير المخصوص المحدود بعدد معين مما ورد في السنة لا بأس ولا حرج بل يستحب الإكثار فيه ولا نقف عند حد معين ولو وقفنا عند حد معين لا بأس بذلك إنما هو داخل في الإطلاق فليفعل من شاء ما شاء فيه والله أعلم آمن إليك تضرعي ورجائي دقيقة فقية دكتور مجد عشور حسن سليمان شكرا لكم ترجمة نانسيار